تحية طيبة مشاهدين وأهلا بكم إلى مجهز أخبار الآن نفذت قوات التحالف الدولي عملية إنزال جوي في منطقة شنينة شمال شرقي محافظة أرقى سوريا وقالت مصادر ميدانية إن العملية نفذها عشرون فرد من قوات التحالف عبر ثلاث مروحيات أسفرت عن اعتقال عدد من مسلحي داعش بينهم قيادي قصفت القوات العراقية مواقع لداعش غرب مدينة الموصل في إطار معركتها لاستعادة آخر المناطق التي يحتلها أفراد التنظيم المتطرف وقالت الشرطة الاتحادية إن تنظيم داعش خسر نحو ثمانين في المئة من انتحاريه في الموصل من جهتها أكدت قيادة قادمون يانينوى أن القوات تتقدم ببطء لتجنب الإضرار بالمستشفيات والبنى الأساسية في المنطقة أعلنت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن تحالف دعم الشرعية في اليمن أن سفينة ناقلة للنفط تحمل علم جزر مارشال تعرضت لهجوم بقذائف أر بي جي من زورق قبالة السواحل اليمنية أمس بينما كانت تسير وفق خط رحلتها في باب المندب وجاء في بيان التحالف أن أحد من العاملين على مدن السفينة لم يصب بأذى وأنها حاليا في طريقها بعرض البحر الأحمر اتهمت وكالة الاستخبارات الأفغانية شبكة حقاني والاستخبارات الباكستانية بالوقوف راء تفجير كابل الضخم الذي وقع قرب صفرة الألمانية وأسفر عن قتل وإصابة العشرات فيما ذكرت وسائل علام أفغانية وأخرى عربية في وقت سابق اليوم أن تنظيم داعش الإرهابي أعلن مسؤوليته عن التفجير قتل المدعو محمد براء كادك المعروف باسم ريام مشعل أحد أبرز مؤسسي وكالة أعماق الناطقة باسم تنظيم داعش الإرهابي في ضربة جوية نفتتها قوات التحالف الدولي في محافظة دير الزور السورية أمس بحسب ما قانت مصادر ميدانية مشيرة إلى قتل ابنته أيضا في الضربة تظهر عدد من أهل منطقة الجفرة الواقعة تحت سيطرة ميليشيات متطرفة وسط ليبيا تنديدا بجماعة الإخوان والجماعة الليبية المقاتلة وتعد هذه المظاهرة الأولى من نوعها إذ شارك فيها عدد من الليبيين الذين يمثلون أغلب قبائل المنطقة الجنوبية يذكر أن ميليشيات مصر تتابعة للمجلس الرئاسي وسرايا الدفاع منغازي المدعومة من قبل جماعات ليبيا المقاتلة تسيطر على منطقة الجفرة منذ عامين قاطع المعتصمون في صحراء محافظة تطاوين التونسية اجتماع اللجنة العليا المخصصة لمتابعة الأوضاع في منطقتهم احتجاجا على انعقاد اجتماع في مقر وزارة التكوين المهني وتشغيل في العاصمة مطالبين بأن تتم جميع اللقاءات في تطاوين نهاية الموجز في أمان الله اشتركوا في القناة